عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جلسة مباحثات مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابتات ميمونة محمد جاء ذلك على همش مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي الخامس والسادس من سبتمبر الجاري توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة على قيادتها المتميزة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ونجاحها في تحويل العجز المالي إلى فائض فضلا عن إعادة هيكلة الهابتات بطريقة مكنتها من تعزيز أنشطتها من جانبها أعربت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن شكرها لمصر على دعمها ومساندتها لجهود الهابتات كما أكدت تطلع البرنامج لفعاليات النسخة الثانية عشر من اجتماعات المنتدى الحضري العالمي عام 2024 والتي تستضيفها مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر